وحضرت اليوم إجراءات صناعة الكمبيت دينشارز بعد ما حكينا عن تجربة الدينشارز في الفهم وحضرت اليوم إن شاء الله حنحكي عن البروسيسينج أوف ذا دينشارز عند اللهب حنحكي عن عملية الواكس أب عملية الفيستونينج عملية فلاسكينج عملية الباكينج أوف ذا أكريل عملية دي واكسينج والكيورينج وأخيرا الفينيشينج والبوليشينج خلونا نبدأ في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي وسألني استفساراتكم وقتراحاتكم أيضا أتمنى دعمي على القناة من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة والتعليقات خلونا في البداية نعرف بعض المصطلحات اللي ضرورية لحتى نتابع في خطوات صناعة الكمبيت دينشارز في اللاب طبعا الخطوة الأولى من الخطوات اللي بيعملها الفني بعد ما نحنا نرجع له الدينشارز بعد التجربة هي عملية الواكس أب بيبدأ بقى يعمل ختم الحواف وبيعمل تشكيل سطوح اللثي من خلال الشمع وإعطاء سطح لماع للجهاز وهذا الحقيقة يؤثر على استقرار وثبات الجهاز بتكون إضافة الشمع على السطوح الخدية للجهاز بدءا من أعناق الأسنان وحتى قاعدة الجهاز بيعطي كمان بيعمل نوع من التنقيت على مستوى اللثة ليعطي المظهر المرقط لللثة أيضا تشكيل الحليمات أو البابيلا بيعمل أيضا كنتور البروز النابي أماكن الجذور أيضا بحاول يعطي شكل أو انطباع لشكل جذور الأسنان طبعا هاي الإجراءات كلها مثل ما قلنا بتصير في معمل الأسنان يراعى طبعا لما هو بيعمل الواكس أب على مستوى الحنك أنه تكون ثخانة الشمع بحدود الاثنين ونصف ميلي متر على الأقل وليس أثخن من ذلك بكثير بعدما الفني يقوم بإجراءات التشميع على مستوى الفك الهلوي وعلى مستوى الفك السفلي بالطريقة اللي حكيناها طبعا ما رح نحكي كتكنيك أنا بس عم حاول استعرض الغطوات على أساس أنه يكون عارف بالضبط شوعم يتم في المعمل وبالتالي يقدر يناقش الفني لو كان فيه عندي أي أشكالية يكون عارف بالضبط هي في أي مرحلة بعد عملية التشميع للهلوي السفلي تبدأ إجراءات البروسيسينج أو الكيورينج اللي حقيقة بتشمل عدة مراحل أول مرحلة من هالمراحل هي الفلاسكينج وتعني الوضع في البوتقة كسي الجهاز بالمادة الكاسية وتعويض الشمع في بوتقة لحقن المادة الكريلية في القالب في عملية الفلاسكينج بيتم ختم قواعد الجهاز على الأمثلة الجبسية على الكاست بيتم ختمها تماما لمنع وصول الجبسة أو المادة الكاسية لهذه المناطق وبينعمل مثل شريط شمعي 2 ملي متر في بعض المناطق اللي هي مثلا خلف الثنمية المنقارية وخلف منطقة السد الخلفي أيضا بنعمل شريط شمعي على مستوى الفك السفلي خلف الوسادة خلف الرحوية من الجهة اليمنى وحتى الجهة اليسرى بعد هيك بنحط البوتقة بنحط دينشيرز ضمن البوتقة وبتبدأ عملية الكاسي أو وضع المادة الكاسية وعادة طريقة المفضلة هي طريقة الثلاث طبقات بنعزل قاعدة البوتقة والمثال بالفازيلين لحتى يكون فيه سهولة بالإزالة بعدين وتصب البوتقة بالجبس ويضع المثال في منتصفها ودائما من رعي أن المستوى الإطباقي يكون موازي لمستوى قاعدة البوتقة بنحط عازل بين سطح وسطح على طريقة الطبقات الثلاث مما يسهل فصل المثال وقالبه وإعادة دكو بالإكرين لاحقا سواء من خلال رقاقة قصديرية أو من خلال محلول سليكات السوديوم أو السيلولوز أو حتى محلول الجينات المثابة بالماء اللي بيسموا cold mold seal بعد ما منصب البوتقة والمثال على ثلاث طبقات مع العزل اللي حكيناه منحكم إغلاق البوتقة بشكل جيد ومنحاول نشيل الجبس الكاسي زائد أي زوائد من المادة الكاسية أيضا ما رح أفصل بمواضيع المواد الكاسية وكل المواد اللي علاقة بصناعة الدينشرز اللي تخص المعمل لأنه يعني ما تداخل في عملنا كثيرا كأطباء أسنان ممكن الرجوع إلى مراجعة مختصة بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا يستفيدوا في هذا الموضوع بعد هيك نحنا بعد ما أغلقنا البوتقة وأحكمنا الإغلاق سنضع جاهزين للمرحلة الثالثة من مراحل البروسيسينج عمليات إزابة الشمع تتضمن أنه نحنا نوضع البواتق في ماء مغلي لمدة خمس دقائق ومن ثم يتم الفتح البوتقة من القاعدة بنشيل أي زوائد شمعية على قاعدة الجهاز وبنرش القالب بماء مغلي مع منظف وبعد هيك بنرجع بنغسل بماء نظيف لغسل الآثار المنظف اللي حطيناه ودائما نحن نكون حريصين أنه أسنان الجهاز ما تتحرك من أماكنها أثناء هذه العملية مثل منا شايفين كل القالب الشمعي تم إذابته في بقية الأسنان منحاول طبعا نكون حريصين بإزالة أي زوائل زوائد شمعية مثل منا شايفين وهيك أو أيضا نعمل نوع من الغؤورات في قواعد الأسنان لأنه هذا الشيء بيساعدنا بتثبيت هاي الأسنان على القواعد الإكريلية بعد عملية الباكينج وهيك بنكون نحن جاهزين لمرحلة دك الإكريل أو الباكينج أوف ريزين بعد ذلك بتبدأ عملية دك الإكريل بيتم يجب الحرص طبعا لدك الإكريل في القالب بدون زيادة منشيل أي زوائد ولأنه أي زيادة بتأدي للتحرك الأسنان وبتأدي لزيادة في ثخانة قاعدة الجهاز وأيضا منحاول أنه الدك ما يكون فيه أي نقص في عملية الدك لأنه هذا النقصان بيؤدي لحدوث مسامية داخل الدينجر بطبيعة الحال هي غير مقبولة عادة نحن مندهن عازل بيكون محلول الألجينات المرحل على المناطق الجبسية ونبدأ بدك الإكريل الحار طبعا ما راح أتكلم عن الإكريل أعتقد أني تكلمت عن ذلك سابقا لما حكينا عن صناعة الطابع الإفرادي الفرق هون طبعا أنه نحن منحكي عن الإكريل الحار وليس البارد بيضم وضع السائل الإكريلي بالوعاء ومنحنا من رش البودر عليه بنسب طبعا تقريبا نسبة 1 إلى 3 بيتم الرش ببطء ومنبدأ عملية المزج لحين التجانس ومنغلق الوعاء لحتى حدوث التماثر ومنع تبخر المنومير وكنا حكينا عن مراحل التماثر الخمسة قبل هيك عادة نحتاج 10 دقائق للوصول للمرحلة العجينية يعطينا هذا الأمر لوصول للمرحلة زمن عمل حوالي 5 دقائق بيتم من خلاله عمل الباكينج ومنعمل إغلاق للبوتقة ومنشيل زوايد عدة مرات لحتى نوصل لعملية الدك المرغوبة ونشوف كيف دائما نحن منحاول نشيل أي زوايد عدة مرات لحتى يعطينا الباكينج شكل الدينشر اللي مرغوب بدون زيادة أو نقصا بعد ما نحن عملنا عملية دك الإكريل بتكون الخطوة اللاحقة هي عملية التصليب أو الكيورينج وهنا نحن لازم نراعي ضبط حرارة المغلي بحيث لا تتجاوز 100.8 درجة سيليزيوز اللي هي درجة حرارة غليان المنومير لأنه لو حدث فسيؤدي لحدوث مسامية طبعا هناك دورتان للتصليم باكين استخدامها إما نسخن عند درجة 70 درجة نبدأ من حرارة الغرفة حتى 70 درجة لمدة 9 ساعات أو أنه نحن نعمل تسخين لفلاسك لمدة ساعتين ونرفع تدريجيا إلى درجة حرارة 100 ونتركها لمدة ساعة بعد ما تحدث عملية التصليب نحط البوتقة في الغرفة بدرج حرارة الغرفة لتبرد تدريجيا وما منحرص نهائيا على عمل تبريد سريع لأنه بيؤدي ذلك لعملية التواع للجهاز نتركها عادة نصف ساعة ومن ثم نغمسها لمدة ربع ساعة في حمام مائي فاتر بعد ذلك ممكن نحن أنه نزيل الدينشارز بترتيب محيين الأمثلة مع الأجهزة من البواطق وهيكا نحن نحن نحصلنا من خلال المرحلة اللاحقة اللي هي الفلاسكينج على الدينشار مثل ما أنا شايفين بهذا الشكل بيتم إزالتها من البوتقة تمهيدا لمرحلة الإنهاء والتلميع فبعد ما عملنا الديفلاسكينج ننتقل للمرحلة الأخيرة هي مرحلة الإنهاء والتلميع للدينشارز وعملية الإنهاء بتتضمن عدة خطوات ممكن نحن نبدأ بأنه نحن نشيل الإكريل الزائد في الحواف باستخدام سنابل استوانية كبيرة على قبضة ميكروتور لو سبيد ونستخدم سنابل مدورة صغيرة لإزالة الجبس اللي بيكون حول الأسنان مركبة على قبضة مستقيمة ممكن أيضا استخدام الأزاميل لإجراء هذه الخطوة فمنشيل الإكريليك نوديولز بالسمول أكريليك ستون ممكن نستخدام أحجار إكريلية صغيرة أيضا نحرر الألجيم بسيمبلي شقة مستقيمة ونستخدم ونعمل تنعيم لسطوح الجهاز مثل ما أنا شايفين من خلال استخدام أحجار إكريلية كبيرة أو مطاطية على شكل أقماع عملية التنعيم باللارج ستونز عملية التنعيم بالسموث لارج أكريليك ستونز وأيضا نستخدم ورق الزجاج اللي يكون ملفوف على ماندريل لإزالة الخدوش اللي هي بيكون في منتهاء النعوم ونشوف الفرق كيف قبل عملية الإنهاء الحواف وأيضا السطوح الدينشر المختلفة كيف بعد عملية الإنهاء تمهيدا طبعا لعملية البوليشينج اللي هي المرحلة الأخيرة من عملية البروسيسينج طبعا عملية التلميع بنستخدم فيها رأس دولابي راق مع خفان وماء المناطق اللي ما بيصلها هذا الدولاب مثل الحنك مثلا بنلمعها بأقماع التلميع مع خفان وبيتم تحرير الجهاز بيتم عمل تحزيز أو ستيبينج للجهاز ليعطي مظهر الليثة المرقطة باستخدام سيمبلد إنهاء مدورة بسرعة بطيئة وبيعطيني المعاني النهائي بنحصل عليه من خلال الدولاب الكامويز ناعم شامواء ومنستخدم الروق اللي بيكون بلون ذهبي وبننظف سطح الجهاز بالصابون وبيتم وضع الدينشر في الماء ما ينبغي إنه ندركه بوسط جاف بهذا الشكل ممكن إرساله إلى الطبيب تمهيدا لمرحلة تسليم الجهاز اللي حنحكيها إن شاء الله من خلال المحاضرة القادمة نحكي عن كل خطوات فحص الجهاز وخطوات اللي مندرسها ومنشوفها على المريض أثناء تسليم الجهاز وحنحكي طبعا مثل ما قلت عن سيليكتفينج حنحكي عنه سواء في المعمل اللي هو ممكن جرى كخطوة أولى وأيضا في العيادة إلى هنا تنتهي محاضرة اليوم أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة نلتقي إن شاء الله في الجزء القادم حنحكي إن شاء الله عن خطوات سريرية للتسليم ومن ثم مشاكل الأجهزة الكاملة اللي ممكن نواجهها وكيفية تدبيرها وبهذا الشكل إن شاء الله نكون انتهينا من الكمبيت دينشار نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته